مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نحل مشكلة عدم قدرتنا على نقل ملفات كبيرة الحجم إلى الفلاشة علما أنه الفلاشة فارغة وفيها حجم كبير جدا بالنسبة لحجم الملف اللي أنا عم بنقله عبتطلع لها الرسالة الملف كذا وكذا كبير جدا بالنسبة لنظام الملفات الواجهة خليكم معنا بهذا الفيديو لنحل هالمشكلة بالبداية أصدقائي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لا تنسى ما تدعمني بالإعجاب لأنه هذا الشي بيزيد من انتشار الفيديو إذا كان عندك أي سؤال ترك ليه بالتعليقات أسفل الفيديو إذن أصدقائي مثل ما شفنا ببداية الفيديو أنا عندي ملف حجمه 4 جيجا عم بعمله نسخ أو 4.5 جيجا عم بعمله نسخ على الفلاشة ما عم بيرضى ينتسخ وعم يطالع لي هالرسالة الملف كذا وكذا كبير جدا بالنسبة لنظام الملفات الواجهة اسم الملف النوع كذا ايزو اي 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 ام بي فور بغض النظر عن نوعيته الحجم 4.35 جيجا شو السبب معه بينتسخ معي على الفلاشة السبب بسيط جدا أصدقائي ألا وهو هو نظام الملفات الخاص بالفلاشة نعمل زر يميني على الفلاشة من إلا خصائص ونلاحظ أنه نظام الملفات هو فات 32 ونظام فات 32 لا ينقل ملفات حجومها أكتر من 4 جيجا شلون بدي حل هذا الموضوع؟ الموضوع بسيط هو عن طريق تحويل نظام الملفات الى ان تي اف اس طبعا في عدة طرق ولكن الاسهل اللي هو زر يميني تهيئة ومن ثم نختار من هذا المكان ان تي اف اس تمام أصدقائي؟ ملاحظة مهمة جدا قبل ما نهيئ الفلاشة وانفرمتها رح تطير كل المعلومات اللي بقلبها كل شي معلومات رح تنمحها من داخلها بيسألني شخص طيب انا شو استخدم يعني بالعادة ان تي اف اس ولا فات 32 اذا بدك تستخدم الفلاشة لسماع الموسيقى بالسيارة تمام؟ او لسماعها على بفلات البلوتوس او لنقل الملفات بين الفلاشة والموبايل اختار الفات 32 ما في عندك اي مشكلة اذا بدك تستخدمها باغلب الاوقات للكمبيوتر بفضل انك تستخدم الانتي اف اس منحولها لانتي اف اس ومن ثم منقل له تهيئة سريعة ومنقل له ابدأ ورح يقل لك رسالة تحذيرية رح تروح كل الملفات تمسح كل البيانات الموجودة على هذا القرص يعني اللي هو الفلاشة بداك يهل المعلومات نسخن لعندك على الكمبيوتر ومن ثم هيئة بعدين رجع المعلومات على الفلاشة بتقول له موافق وبعد ما تهيئت الفلاشة بتقول له موافق اغلاق وهلأ صار نظام الملفات انتي اف اس هلأ رح نجرب ننسخ ملفات كبيرة الحجم نسخ نفس الملفة اللي ما كان عبيرضى ينتسخ الاربع ونص جيجا هلأ صار عبيرتسخ معي على الفلاش الميموري والامور بخير ويا سلام شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية